بآخر محاورنا مشاهدينا الأكارم نترك مساحة للمواهب ومعنا بنوتي جميلة صاحبة محتوى وهو أنه هي مبدعة بالرسم طبعاً تفاصيل أكثر عن هذه الموهبة أدي صر لها بهذه الموهبة وكيف علمت حالة وأقلمت حالة أنه فعلاً هي تبدع بهذا المجال بيصيرنا يكون معنا أروى آغا مرحبا أروى أهلا صباح خير كيفيك؟ كيفيك؟ شو أخبارك؟ شو هاللون يا أروى الحلو؟ شكراً أروى أدي عمرك؟ عمري إلاج سنة أي صف صف سادس حلو من أين تبلشنا بالرسم؟ من لما كنت صغيرة يمكن كنت بالروضة حبيت أنه أرسم وعنى النات كنت نشوف العالم اللي يرسمه فكنت كتير حب أنه كنت مثله مين شجعك؟ هلا نحنا بتكون عنا الموهبة ولكن مين شجعك وقالك أنت فعلاً رسوماتك حلوة؟ رسمك حلو يا أروى؟ طوري حالك؟ مين؟ أبي وأمي والمدرسة؟ هلا بالمدرسة أكيد بس لكن بالبدايات دائماً بيكون عنده الشخص شغف في شيء يعني متل ما عم تقلينا من نصف الروضة من عمر كنت فيه صغيرة كتير وانت عندك هيك رغبة بالرسم كيف كنت تتحبي أو كيف كنت تعرف إنو هاي الرغبة موجودة عندك؟ إنو لما كنت تشوف العالم اللي يرسموا على النات كانت الماما تخبرني من وقت اللي كنتي بالروضة وانتي تشوف العالم عم ترسم على النات أروى؟ أه فكانت إنو أنا كان يجعب علي إنو كتير حب طريقتهم بالرسم فكان يعني يجعب علي إنو بس إك برسلم الديون؟ طيب عندي بترسمي بخيالك ولا بترسمي شيء قدامك وبترسمي مثلاً إذا شفتيني أنا بترسميني ولا لأ الصورة بتكون متخورة بيخيالك؟ هو لتنين أحياناً برسم هيك وأحياناً هيك ما هو رسمي رسمتيا إذا بتزكري هيك من الزمان؟ رسمتيا طبعاً مو أكيد من عمر روضة رح تزكري بس هو رسمي رسمتيا وحسنتي حالك إنو بلشت أنا أعرف أرسم منيح رسمت خالي بدكار خالي؟ ايه كنت قاعدة وعلى هيد الورقة هيك قدى الصغيرة؟ ايه، رسمته كرتون أنا وعطيته إياها مقال لي إنو حلوة من وقت هكي حسيتي إنو حالك بلشت شوي جربنا نسجل دورات رسم أو عند أساتذة أو شيء؟ أو لا لحد هلا عم بيكون الشيء من الموهبة؟ هو مرة واحدة سجلت تصاص بورتري هات يعني إرسم أشخاص بالرصاص واقعي بس بعد ما طلعت منها صارت إرسم بالملون أنمي أكتر شي بتحسي إنو فعلاً أنت بتبداعي مثل ما بنعرفي أنواع للرسومات في مواضيع مختارة ومختلفة أكتر شي فعلاً أنت بتقلب في عالم بتروح للفاسس للبورتري عالم بتروح للغة الصامتة عالم بتروح للأجواء الصاخبة أنت وين بتشوفي حالك بالرسم ونوعية الرسم؟ أنا بحب أرسم منه أشخاص كل بورتري بورتري فينا نشوف شوي من رسماتك الحلوين؟ أكيد هاي لا شو هلو؟ بتحبي ترسمي هيك كارتون؟ هاي شخصية هاي شخصية هاي شخصية هاي شخصية هاي شخصية هاي شخصية من برنامج هانتر اكس هانتر انمي آه حلو يعني أنت هاي الصور الأنيمي أنت بترسميها بتقلدي فيها خليننا نقول او بتاخذة كابيباست لكن ما بتحاولي اسب كابيباست ulture أول مرة طلعش شخصية كارتونية ببالك من عندك من خيالك آه هيدا هيدا هلا عم نشوف هون ليكي أروع الشاشرة خليا بس عم تحكي لنا عن هاي هاي شو هاي كثير حلوة هاي اختلعت لها الشخصية هاي بقى السمية ما اطلقت علي اسم لا اسمه كزيفير شو اسمه كزيفير انت هاي كسميت طيب شو خطر لك شو شخصيته خليني نقول يعني بتدرسي شخصيته لهاد آه شو شو حسيته هاي كي رح يكون هو إنه هو كانو مشابه لبرنامج كان نيطلع على التلفزيون هيك ذكرني والله أنا ما بتذكره بيلعبوا باسكتبول أو هيك شي لا هو ما شو شو الشخصية طيب انت بتوقع هيك بتخيلك وتبلشت ترسمي هاي الشخصية بهاي الحرفية وبهاي الشي الحلو شو خطر لك انه شخصيته لهذا هو انه شخص انه كتير غامض وما بيحبي يحكي حلو يعني في عنده حس الخيال انه تتخيل شغلات حلوة وبترسبها طيب في شغلات تانية هيك تصورتيا ورسمتيا يعني من خيالي شو الفرق اروى بين الخيال وانك ترسمي شي بالواقع شو الفرق بين رسوماتك لما ارسم يعني عن صورة التليفون او بالواقع يعني بحسوا يعني انه اسعي يعني ما فيني ابزل جهد كتير فيه وبالخيال هيك بتسترحي يمكن يعني فيني غير مواصفات ودقة حلو هلا رحنا شايفين كمان هون على الشاشة أروح كمان هاد هاد شو سمتي هادي ما سمتها هي الشخصية بالاصل رفقتي بعتتلي اياها على التليفون صورتلي اياها بعدين انا حبيت انه ارسمي اياها لانه حبيت شكل تايتها حلو كتير برافو عناك هلا عم نشوف الانسرطات اللي عم تطلع والرسومات الحلوة اللي عم تطلع على الشاشة تخبريني وتحكينا عن هاي الرسمة هادي رسمة شجرتين بس كان بالمقلوب نحنا ها هي بالمقلوب بس كتير حلوين على فكرة هاي الألوان بكأنه فصل ربيع او هيك شي هادي رسمتها عن صورة لما كانت بمعهد البورتريت تايت الوجوه طيب شو الفرق بين الصورة الماضي وهي دي الصورة انا عم ركزي انتي على الفيسس هنا انا كنت اصام بالرصاص بالرصاص ولكن اصعب شي انت وقت اروه اصعب شي انت بتقدمي وقت بتواصلي للانسان اللي عم بيشوفك شو اصعب شي ريكشينات اه شو اكتر شي بتحسي وانت عم تل اصعب شي وانت عم ترسمي بورتريت اه يمكن الشعر اه لكن يمكن بمرحلة متقدمة صار في عندك الموضوع سهل جدا اه بتحسي قرب لهيك هي للأنم لقلبك انت رسم الشخصيات الكارتونية وخاصة ان اليوم يعني هاي قصة كتير حلوة وكتير مطلوبة لأداء وكتير ناس بتحبها حسيت انه هاي القصة ممكن تنجح فيها اكتر من غيرها اه هو انا رسمي البورتريت الواقع يعني ما بقى كتير برسمهم لانه ماكنت استمتع فيه مثل ما استمتع بالأنم الى هكي انه بطلت كتير الرسم يعني نادرة ما ارسم شو اراء الاصدقاء او الناس اللي حواليكي او الاهل بيرسوماتك كيف هم بتكون هيكي اراءهم والله يعني انه بيشجعوكي؟ اه بس فيه اراء مختلطة انه اي احلى انه البورتري الرصاص ولا الملون انت وين بتشوفي مين احلى الرصاص؟ انا بحب لا بحب الانمي اكتر طيب اليوم نحنا عم نشوف كتير من البوابات اللي عم تنفتح للطلاب وخصوصا طلاب جامعة المعرض المسرحي مثلا معلمة تأثني على موهي بما هون انت كطالبي موهوي بالرسم شاركتي انت بهيدي المعرض المدرسية؟ لا ما في؟ ما شاركتي؟ لا ما في ممكن هلأ صار في عندك عندك مثلا تردي رسماتك على صفحة معينة او محتوى معين على السوشال ميديا او لا بتقولي لسه بكير؟ على اليوتيوب عندي قناة حلو عندي قناة على اليوتيوب عندي قناة على اليوتيوب هاي المعرض هاد معرض بتنزل علي الرسومات كيف رسمتي كيف بدأت شو محتوى الفيديوهات البتنزلية؟ موضمان يعني انو بنشر مثلا انو رسوماتك انت ضمن مقاطع يعني؟ اه مثلا انو احيانا بجلب انو اعمل شيء قريب على الانمياشن وفيه تحديات يعني انو ترسم شخصية حسب هيدول ثلاث ألوان بتتحدي حالك؟ نعم بتتحدي حالك انت بهذا الموضوع؟ هو اه بتفكري طيب انو لقدام مسلا ترسمي هاي الشخصيات الكرتونية وتتعلمي كيف ممكن يصير في عنده حركة مسلا تسوي هيك متل فيلم كرتوني صغير لإلك انت مسلا؟ هو انا بس اكبر حلمي انو اشتغل بالانمياشن انو اعمل برامج وهيك هلا ألوان احنا عنا مالكين الموهبة والإبداع ما شاء الله واضح هلا هون التدريب اهمية التدريب لنوصل لدرجة النجاح العالي بأي مجال نحنا عم نعيش و بأي مجال عم نختص فيه هون اهمية التدريب قدي التدريب قدي عم بترسمي قدي مثلا في حدا عم بيلقنك لتكوني هلا نحنا مالنا شاطرين يعني بالمجمل فينا نقول مبدعين بالمجمل وإلا من اخطئ هون وقت البت اخطئ انت بالرسم مين بيكون ملازك الاول لا تصححي هيدا الخطأ؟ لين تلجأي؟ غير لخالق طبعا هو انه في طريقة يعني اذا في انا بحس انه في شي خطأ بالرسمة اسم ما بعرفشو هو هو في طريقة يعني تعلمت عن النات انه تمسكي رسمة على مرايه يعني ما في مدرس خاص بهذا الشي انت تعلمت له لحالك هو لقيته عن نت يعني عالم عم يحكوا عنه عن نت قال انه في طريقة انه تمسكي الرسمة وتحطيها على مرايه كانت تلاقيه مقلوبة تلاقيه يعني من نظره مختلفة حلو حلو برافو انك عم تبحثي دائما والدوري على طرق ووسائل تنشرلك ان كان بنشر الشي اللي عم تساوي او بتطويره او بتصحيح مساره بحال كان في خطأ معين برافو انك بتمنالك كل التوفيق شو طموحاتنا لقدام ولمين هيك بالنهاية بدنا نقول شكرا من القلب انا بشكر اهلي هنه اكتر عالم دعموني بالرسم فهنا سجلوني معاهد وخلوني انه اعرف شو كان بدي يعني اكتر شي شو طموحاتك لابدا اشتغل بالانيميشن يعني ان شاء الله ان شاء الله يا اروه افلام قصيرة او برامج انيمية وحيك برافو عنك يا بطلي ان شاء الله بالتوفيق منشوفك اشهر صانعة انيميشن بالوطن العربي كله وان شاء الله يكون هيك خطوة جميلة ايضا الى العالمية ان شاء الله شكرا اهلا وسهلا بك يا اروه اغا نورتينا وان شاء الله قادم الايام تكون حاملة عليك كل الخير مشاهدة